كشف الرئيس الأوكراني أن الغربيين يمنعون أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي زودتها بها أوروبا والولايات المتحدة من أجل ضرب الأراضي الروسية يمكنهم ضربنا انطلاقا من أراضيهم وهذا أكبر تفوق تتمتع به روسيا ولا يمكن لنا أن نفعل أي شيء لأنظمة أسلحتهم الموجودة على الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الغربية لأنه ليس لدينا الحق في القيام بذلك الرئيس الأوكراني قال إن القوات الروسية تريد شن هجوم على مدينة خاركيف معتبرا أن الأمر سيكون صعبا للغاية مع وجود قوات أوكرانية ستقاتل لفترة طويلة على حد تعبيره إنهم يريدون شن هجوم لكنهم يدركون أن الهجوم على خاركيف أمر صعب للغاية إنها مدينة كبيرة وهم يعلمون أن لدينا قوات ستقاتل لفترة طويلة وهذا يعني أنهم بحاجة إلى نشر قوات كبيرة لهذا الغرض ولذلك فإن أهم شيء بالنسبة لهم هو إبقاء قواتنا بعيدة عن الشرق قدر الإمكان وفي خاركيف أضطر نحو عشرة آلاف شخص للفرار من منازلهم في المنطقة الواقعة بشمال شرق أوكرانيا وفق ما أفاد مسؤول محلي أوكراني وقال حاكم المنطقة إنما مجموعة 9907 أشخاص تم إجلاؤهم منذ بدء الهجوم في العاشر من مايو الجاري الرئيس الأوكراني فلوديمير زلسكي كان قد حذر من أن الهجوم الروسي قد يكون تمهيدا لعملية أوسع نطاقا في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر صوتت لصالح زلسكي وأردت بالتأكيد إجراء تغييرات أقول لكم مرة أخرى أنا أؤيد الديمقراطية لكن هناك بعض الأخطاء كيف تغير رئيسنا خلال هذه السنوات الخمس؟ لقد أصبح بالتأكيد أقوى فهو سريع التعلم انظر من السهل انتقاد أي شخص لكن التاريخ سيحكم على كل شيء ربما يحتاج الرئيس إلى تغيير محيطه من يستطيع تعويضه اليوم حتى الآن لا يوجد أحد منذ بداية العام الماضي بدأنا نطرح بعض الأسئلة حول ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات معظم الأوكرانيين حوالي 70 إلى 80% يعتقدون أن هذا توقيت سيء لإجراء الانتخابات وأن زيلنسكي لا يزال شرعيا ويجب إجراء الانتخابات بعد الحرب هناك أسباب مختلفة إهدار المال والانقسامات داخل المجتمع واستحالة تنظيم انتخابات بينما الملايين في الخارج لمناقشة هذه التطورات من موسكو تنضم إلينا المختصة في شؤون السياسية والاستراتيجية الروسية دكتورة إلينا سوبونينا ومن كييف معنا الدبلوماسي والمستشار السابق فلوديمير شومكوف أهلا بكما سأبدأ معك سيد فلوديمير إذا كانت واشنطن والدول الأوروبية لا تريد استخدام أسلحتها في ضرب الأراضي الروسية إذن لماذا تسعى جاهدة للتزويد كييف بها نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختحياتي من أوكرانيا نحن نشاهد أن الغرب يخاف وخاصة الأمريكا تفاكم الأزمة مع روسيا من بداية أخارب غرب تامنا وليوکرانيا استخدام الأسلحة غربية ديد روس في عمك روسيا ولكن أكيد هذا الأمر شاني على أخارنيا لأمسلان اليوم روسيا حاشدت حوالي خمسون ألف جون ديه روسيا على حدود أخارنيا روسيا في محافظة خاركيف أكيد من الدروري تدمير بوني تحتيات عسكريات روسيا في هذا المنطقة ولكن غرب يامناو جيدر بذكر بأن أوكرانيا أيضا نعصات ترسانا نووية وأوكرانيا حصلت لدامنا التمنية من غرب وأوكرانيا اليوم تتواصل من غرب تزويدها بالأسلحة بسفة عم أكيد جيدا بأن أوكرانيا ألان تحصل على مصاعدة سكرية أمس بالمناسبة فدا سيد زيلانسكي بأن أخيرا يكفي لكوات مصالحة أوكرانيا ذا خير لمادافع وليمادافع هون والخوار ولكن أكيد ما زال أوكرانيا في حاجة ماسا إلى مصاعدة من أغرب طب ما جاوبتني على سؤالي أنتم تكدسون الأسلحة ولا تستخدمونها في وجه روسيا بسبب المنع الأمريكي والأوروبي هل في سبب مقنع كان لأوكرانيا؟ أنا بصراحة أعتقد بأن هنا نحن نشاهد التباني المصالح بين أوكرانيا وأمريكا أوكرانيا هي ترغبو تارد روس بشكل كامل من أوكرانيا ولكن أمريكا هي ترغبو أن أوكرانيا تواقفت روس هنا في أوكرانيا أمريكا هي تخافو في حالة هزيمة روسيا في أوكرانيا إنهيار إبتحاد روسيا أمريكا هي تخافو حول مستقبل مصير ترسانا نوويات روسيا وفي حالة إنهيار روسيا أمريكا تخاف تعزيز الصين لأن الصين سوف تحتل شرق وشمال روسيا يجري بذكر أن الآن الصين تقول شمال وشارق روسيا تقليديا تعبا للصين ويف كانت الاتفاقية من سنة 1855 يعني هي أمريكا لما دعمت كييف في هذه العملية ما كانت أخذ بعين الاعتبار إنهيار الاتحاد الروسي والسيطرة والهيمنة الصينية طيب أنا في هذا الجانب سنتقل إليك دكتورة إلينا أولا مبروك على الدكتوران لأنه أول مرة تطلع معي وأقول لك دكتورة إلينا يعني ألف مبروك إذا كنت أخذتها أخيرا السؤالي لحضرتك روسيا كيف تقرأ التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء أوكرانيا بأنها تمتلك أسلحة وترسالة عسكرية كبيرة من جانب الغرب ولكن لا تستهدف بها الأراضي الروسية بناء على شرط الولايات المتحدة وأوروبا ماذا يعني هذا التصريح لروسيا أنا دائما كنت أقول لأوكران لا تسقوا بأمريكان وحتى لضيفكم فلاديمير أكثر من مرة قلت أن أمريكا لديها مصالح وهي هذه المصالح غير متطابقة مع مصالح أوكرانيا في الماضي الرد علي كان أن أمريكا تقدم لأوكرانيا ضمانات كأنها وإلى آخره الآن أنا أسمع أن ضيفكم يكرر نفس كلامي فبالفعل أنا أتفق مع ترحه أن أمريكا لا يريدون من روسيا أن تنهزم نعم هم يريدون إضعاف روسيا ولكنهم خايفين من مستقبل روسيا إذا صار في شيء أكثر من هذا الإضعاف حتى في موضوع الإضعاف أني ما قدروا على كل فهم لا يريدون أن أوكرانيا تنتصر في هذه الأزمة فالأزمة طويلة المدى بالنسبة لأمريكان أحسن خيار كما يبدو ولكن المشكلة ليس فقط في إمدادات الأسلحة من قبل الغرب ومنع باستخدامها ضد مدن روسية وعلى فكرة هنا أنا لا أتفق بشكل كامل لأن مثلا أوكرانيين يضربون مدينة بلغرات باستمرار وهي في العمق الروسي نعم هي ليست بعيدة عن الحدود ولكن خارج القليم الأربع خارج شبجزيرة القرم هي مدينة روسية منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وهم يضربون مثلا أبراج سكانية وهذا مؤسف ونحن نسميها عمليات إرهابية فإذن أوكرانيين يستخدمون أسلحة غربية في كثير من الأحوال وللأسف يستخدمونها ضد أهداف مدنية في كثير من الأحوال فالمشكلة ليس فقط في إمدادات الأسلحة هي كانت ضخمة من قبل أمريكا من قبل بريطانيا وما زالت ولكن المشكلة في الفساد السائد في الجيش الأوكراني في سؤال إدارة في قضايا متعلقة بالتعبئة وتجنيد جنود جدد فكل هذه المشاكل تزيد الآن في أوكرانيا طيب دكتورة إلينا أيضا الجانب الروسي طالما ذكرت في محط حديثك بأن الولايات المتحدة لم تنجح حتى الآن في إضعاف روسيا في هذه العملية التي وصفت منذ البداية بأنها عملية استنزاف ولكن كيف يمكن أيضا النظر بإحاطة روسيا بدول تنضم اتباعا لحلف الناتو ألا يؤثر ذلك سواء اقتصاديا وأمنيا أيضا يشكل خطر على موسكو؟ بالنسبة لفنلندا مثلا نعم هي على الحدود مع روسيا ولكن الحكومة في فنلندا والمزاج السائد لدى شعبها ليس عدواني تجاه روسيا وهناك الوضع مختلف تماما بالوضع في أوكرانيا أوكرانيا مشكلتها الأساسية كمان كانت أنها وقفت ضد روسيا بشكل قاطع وهذا ما انتقطه هندري كينسجر المرحوم وهو قال هذا بكل وضوح للقيادة الأوكرانية وهو قال أنه انظروا للخارطة الجغرافية على أقل من طرفكم الغربي دول من منظمة حلف ناتو ولكن من طرفكم الشرقي روسيا طيب عذرا سيد فلوديمير بالسؤال أيضا للدكتورة باعا لما ذكرته حتى ما أتأخر عليك دكتورة إلينا طالما أنك ذكرت ما قاله هينري كيسينجر أيضا كان هناك جورج فريدمان كان يتحدث في كتابه 100 عام مقبلة وهي التوقعات أو التحليلات التي تخرج وأنت تعرفين طبعا من هو جورج فريدمان كان يقول بأنه هذه العملية هو تحدث عن هذا الكلام قبل عشر سنين ما بين روسيا وأوكرانيا وقال أيضا بأنه ربما ستدخل إلى هذه العملية العسكرية تتوسع دائرة الصراع وتضم بولندا وقتها سيد فريدمان كان يرأس منظمة ستراتفور الآن هو تقاعد هناك ولكن ما زال نفوذه قوي فهو كان وقتها مطلع كثير على الأمور ولكن هنا أنا لا أتفق معه خطر توسيع دائرة الصراع هو موجود ولكن روسيا لا تريد هذا الشيء وممكن أن يحدث هذا الشيء مثلا بخطأ بخطأ فني مثلا صاروخ وقع بمكان هو وقع صاروخ سابقا وقع مرة صاروخ أوكراني وقالوا أنه هو صاروخ كأنه روسي هذا كان السنة الماضية نعم نعم صحيح ولكن إذا صحيح صحيح أنت محق فأما إذا كنا نتحدث عن نوايا فأنا متأكدة أن روسيا لا تريد توسيع دائرة الصراع منظمة حلفناتو لا تريد ذلك وأهم لاعب فيها أمريكا لا تريد ذلك يمكن القيادة الأوكرانية ترى مصلحتها في هذا الشيء ولكنها أضعف بكثير من لعبين آخرين خلينا نسمع رأي المستشار والدبلوماسي السابق فلوديمير سيد فلوديمير هل أنتم تتفقون مع هذا الطرحة الذي طرح سابقا قبل عشر سنوات تقريبا في إحدى كتابات جورج فريدمان هذا أولا الأمر الآخر ما هي المكاسب التي حتى الآن أنتم حققتموها في أوكرانيا للدفاع أو للجري أو للركض خلف المصالح الأمريكية من هذه العملية العسكرية سيد دودايف رئيس چيشنى مرحوم هو أيضا تنبا بأن روسيا سوف تهجمو على أكرانيا وأن سوف تقونا حرب دموية للغاية إلا سيفا شديد لنهي أليم تتفق بأن روسيا دمارات في أكرانيا تمنتش رمضينا للمودة سنتين بأن روسيا للمودة تلاتا مليون دهاتا يم دمارات بشاكل كميل مدينة ووفчانسك بأن روسيا كمواتا ترتكبوا يبادا تجامعي أليم في بوشانسك كميسل في بوشا مونزو سنتين وله روسيا ترتكبوا هنا جرائما حرق للأسف الشديد حول دمانات من أمريكا لن تزاق لبأن روسيا حسلت دمانات أيضا من روسيا إن دمان روسيا نازات ترسانا نووية نازات تيرات стратيجية سواريخ باليستية دمانات روسيا حمايت روسيا وعدم استخدام سلاح نووي بيت روسيا أليم نحن نسمعون بأن سيد Медведев هادادا أكثر من ستون مرة بيستخدام سلاح نووي بيت روسيا بيستخدام أمازات أرخيبوا روسيا من روسيا سيد Путين هو أرخيبوا لكونا رئيس داولة جديد ولتي ساوطا تكاوانو من روسيا بيلاروس ومن روسيا وبيهالا سابب روسيا هالا بدا في خاريطا стратيجيات سايدا سيدا Путين أدرا حديث لأسفا قد عن روسيا ولكن أيضا عن جمهورياتي تحاق سوفيتيت أسابيكا والآن كل تسرحات مثلا حول تجمي تسرا والخوالخ نحن نودركوا جيدا بأن روسيا ساوطا عجزو كواتيه باد لاليكا روسيا ساوطا هجما ألا نتا قلوا سا روسيا ترحب كول أكراني وعواد أكراني في منتكا نوفوز روسيا تسرحات روسيا بأنه هجمات أكراني بسابب لديفاع نفسها غله هورا أكراني هي حاطلسات مراشا اندامامي لأناتو أكراني ناسات تيرسانا نوويا أكراني نازات كل أسلحا وإلهم نحن نشاغد أن روسيا гاركاد في مستان کا حارب غونا في أكراني روسيا لتى عادة إستيلاكييف للمودة تلاتيام إستيلاكي للمودة إزباعي نحن نشاهدو بيان نحن نشاهدو بيان نهالاتا ساتيو إستيلاكات منتاكا دونباس للمودة سنتين يعني بي سيبات عمان نحن نودركو بيان هذي حارب سوف تكونا داموية لليغاية وأنكي تلك أكيد 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 هي رهينا في هذي حارب وممكنا موجود مواجهة بين أمريكا وبين روسيا ولكن لك كل حال روسيا هجمت وروسيا التي هنا ترتاكب جرائم حارب وروسيا التي قاتلت في وكرانيا خمسون ألف مدنيا شكرا جزيلا لكم اتضحت فكرة الطرفين من كييف الدبلوماسي والمستشهر السابق فلودامير شومكوف وأيضا من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية الدكتورة إلينا سبولينا شكرا جزيلا